بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة هنبدأ بأول أداة من أدوات إدارة التكلفة هي نظام التكاليف على أساس النشاط Activity Based Costing ABC نبدأ بالتعريف تعريف نظام التكاليف على أساس النشاط عرفت الجماعية الدولية للتصنيع المتقدم The Consortium for Advanced Manufacturing International نظام التكاليف على أساس النشاط الوال ABC بأنه طريقة للتعرف على علاقة السببية تعرف على علاقة السببية التي تستخدم في تحديد مسببات التكلفة Cost Drivers تحديد مسببات التكلفة المين للأنشطة المستهلكة للتكاليف عن طريق قياس التكاليف والأداء للأنشطة المرتبطة بالعمليات وموضوعات القياس التكاليفي Cost Objects لذلك يتم تخصيص التكاليف على الأنشطة بناء على ما تستهلكه تلك الأنشطة من موارد أبعاد نظام التكاليف على أساس النشاط لنظام التكاليف على أساس النشاط بعدين رئيسيين البعد الأول يمثل كيفية إلصاق وتخصيص التكاليف البعد الثاني يمثل الرقابة على العمليات التي تمثل علاقة تشابكية بين الأنشطة وتوفير مقاييس الأداء يبدأ تخصيص ودي رقابة البعد الثاني رقابة ولا لقى بين البعدين تمثل كيف أمتد نظام التكاليف على أساس النشاط Activity Based Costing من إطار التركيز على منهج إلصاق وتخصيص التكاليف ده اللي هو كان البعد الأول إلى الإدارة على أساس النشاط Activity Based Management الإدارة على أساس النشاط اللي هي البعد الثاني اللي هي الرقابة على عمليات التي تمثل علاقة تشابكية بين الأنشطة وتوفير مقاييس الأداء الشكل العلاقة بين البعدين ببدأ في الموارد عن طريق مسببات استخدام الموارد Resource Cost Driver أقدر أخصص تكاليف الموارد دي على من؟ الأنشطة Activities وباستخدام مسببات استخدام الأنشطة Activity Cost Driver أقدر أخصص تكاليف هذه الأنشطة على موضوع القياس التكاليف اللي هو Cost Object ده العمودي ده المحور الرأسي ده ده اللي هو يمثل البعد الأول كيفية إلصاق وتخصيص التكاليف في البعد الثاني بقى أفقي أبدأ بمسببات تكلفة Cost Drivers عن طريق الأنشطة أوصل لمقاييس الأداء Performance Measures المحور الأفقي ده هو ده اللي يمثل البعد الثاني كيفية الاستفادة من المعلومات التي ينتجها نظام ABC للABCM ترجمة نانسي قنقر